هي مروهاش حاجة لي على الحوض ويجات من وراء بالسكينة في رجب في راح راح كانت الأم واخد طعمة في كفة إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا ستديبك إلى أوضاع مأساوية حزينة نصيحة لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو خالفة للقلم لأن الجريمة لا تفي ساعة مع حنفي أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي قناة معنية بالأساس بعالم الجريمة الجريمة مش هنقدر نمنحها الجريمة موجودة منذ خلق البشرين لكن نقدر نهد منها تعالوا دلوقتي نتكلم عن جريمة بشعة جدا حصلت في مدينة المحلة القبرى وحفصة الغربية أكثر تحديدا منطقة اسمها منطقة الجمهورية منطقة مشهورة جدا في المحلة القبرى وحفصة الغربية أخ اسمه أحمد شوي عنده تلاتين سنة ليه أخت اسمها ياسمين تلاتين أربعة وعشرين سنة يعني الفرق بين أحمد شوي أخته ياسمين شوي ست سنين هو تلاتين سنة هي أربعة وعشرين سنة هي مورهاش حاجة غير التيك توك أربعة وعشرين ساعة عادة بتتفرج على التيك توك وعايزة تشارك في التيك توك طبعا نخلي بالكم يا جماعة احنا لما نشوف الفيديوهات اللي على التيك توك بصراحة كده هي ضعارة المحتوى اللي بيقدموا التيك توك ضعارة مقننة البنات بيلبسوا فيه من غير هدو ورأسه وهزه وكشف مفاتن بشكل غير عاد تلقى البنت تقولك ايه ادخلوا دوسوا على معرفش ايه وادخلوا هتشوفوني النهاردة وانا برقص ادخلوا وأقل من 18 سنة ما يدخلش يعني مش عايزين أطفال عايزين شباب علشان يشوفوا المتعة ويشوفوا الجمال ويشوفوا الأنوس ضعارة التيك توك المحتوى بتاعه اللي بيقدموا البنات ضعارة لكن فيه تيك توك دلوقتي بشوفه أنا عيات قرآنية وأصوات جميلة لكن المحتوى معظمه ايه بنات ورأس وغرب درداشة وتحدي ولا بنته ولد نازلين يخبطه تعمل تحدي وتكسى وتعمل ايه التهريج بنتنا يا اسميل عندها 24 سنة ما ورهاش غير التيك توك وعايزة تعمل فيديوهات تيك توك وعايزة تشترك في التيك توك اخوها احمد شوي مش موافق وامها مش موافق شي طبيعي في غياب الأب يا جماعة سواء بالوفاء أو السفر الابن الكبير بيكون هو الأب بيكون هو قائد المسيرة هو ربان السفينة هو عمود البيت فالأم تروح لمين يا احمد يا ابني شوف اختك اختك هجيب لنا العار اختك بتقف قدام المراي وعايزة تعمل فيديوهات على التيك توك شوف اختك اختك من الزهر 24 سنة احمد اتخاني مع اخته مليون مرة البنت بقى لها 7 سنين متفرغة للمحتويات التيك توك وليتو ومغرمة جدا من ايام عن ضغط 19 سنة بتقوه بعدين يعمل ايه لابن بقى كلم اخته ياسمين يا ياسمين يا حبيبتي عالي ملوش لازمة الكلام ده تيك توك ايه احنا بتاع تيك توك فيه بنت في المحلة الغربية في المحلة الكبرى محافظة الغربية بتعمل تيك توك انت عايزة تبضحينها انت عايزة تجرسينها انت عايزة الناس يقولوا عينة ايه انت بيعجبك البنات اللي بيخلعوا انت بيعجبه اللي بيلماتل بتروس انت يعني هينفع تلبي سبلوزة مكشوفة ولا تبين هي جسمك للناس على تيك توك انت تدخل يتحدي مع الشباب ويقول يياكم على بعضهم احكي يا بيت تعالي بقى وكان احيانا بيتعدى عليها بالضربة علشان يمنعها رغم انها 24 سنة عروس ايه اللي حصل اول امس بقى اللي ام اتصلت بها تعالى يا ابن احمد شوف اختك جيري احمد بقى هيتجنن هو رشغل اختي هيسيب شغلي هو عنده محل كبير بيبيع فيه دواجن وطيور حية وطيور مدبوح عايزة كده جيري فيها ياما يجب تشوف اختك دخل لها اختك برضو مركزة على التيك توك جاعد يزعب فيها البنت اخر بقى ما فض بيها تعمل ايه خلت اخوها بيغسل وشه علحوض وجات من وراه بالسكينة فرجبت وراحة نكتة السكينة تسكتش على كده لا رغم ان خبطة الرقبة موت يعني من الاصابات يا جماعة اللي بتؤدي الى الوفاة الفوري خبطة السكينة في القلب او في الرقبة او في الشريان الرئيسي اللي في الورك اللي في القدم دي خبطات حتى في قوات الصعقة وفي الجيش لما بيدربوا لأولادنا على استخدام السلاح عشان الاعداء في الحروب معروفة ان السنك او السلاح اللي هو زي السكينة اللي في المدوئية بيعرفوه الخطوات اهم نقاط اصلا ممكن تخبطها في كتفه في دراعه في قصبة رجله في بطنه كل دي ضربات خطيرة صحيح بس ما توديش الوفاة ممكن انقاذه لكن خبطة في القلب اصابة مباشرة هننقذ اين خبطة في الرعبة لا قدر الله اصابة مباشرة تنقذ اين خبطة قطعت العرق الرئيسي في القدم او في الصاق او في الورك زي بنقول عبال من وديه اللي سعاف هيكون دمه كل الصفة ده شريان رئيسي البنت خبطت اخوها طعنة في رعبته دي خبطة خلاص معروفة كده ان دي خبطة او ضربة قاتلة ملهاش مرضة تسقط لا راحت وقضة السكينة التاني طبعا الاخ خدت طلقت ضربة في رقبته وقع خبطة تاني بظهره وخبطة تاني بجامله من شاف المشهد ده الام ابني احمد ابني احمد بالزعل تسقط البنت جرت ورامة امها تجري والبنت تجري وراها عايزة مواتن في الوقت ده الجنان دخل كانت الام وقضة طعمة في كفيتها الجنان مسكوا البنت وجاءت الشرطة تم القبض على ياسمين المفاجآت بقى اللي اتطورت دلوقتي واللي قالوها الناس ان البنت دي من سباح سنين مهتزة نفسيا وقالوا انها كانت بتتخانق بسبب التكتوك برضو بسبب التكتوك هم كانوا بيقولوا بسبب التكتوك والبنت اتهوشت بسبب اليوتيوب البيت اتلاطشت البيت جميلة ونفسها تكون زي البيت في حفلات الاعلانات نفسها تكون بطل السينما البنات يا جماعة البنت من دول لما تلقى نفسها جميلة وحلوة ومش لقى ينصبها انا اقل من دي في ايه انا اقل من البيت اللي على تكتوك دي في ايه اللي ببعتولها هدايا واللي بتوصل مشاهدتها بالملايين المنت جرى لها حاجة لوسة في المخ سباح السنين بقولك صلاحهم معرضوهاش على طباء النفسيين ودوها عيادات يعني عادية ومستشفات عادية ومعاهم شاهدات بيقولوا بالكلام ده لكن دايما بنلقى يا جماعة لما اصره اخي بيأتي لاخوه ما تبقاش الخسارة مزدوجة واحد يتعدم والتاني مات او واحد يتقتل والتاني السجن فبيحاولوا يختلقوا لأعذار كل قريب الاسرة دي بيقول البنت 24 سنة قال لك ده مريدة نفسية وهنجيب ما يزبط ان هي مريدة نفسيا ومن سباح سنين بتعاني من مشاكل وهزيان وياما حاولت قبل كده تعور اخوها وتعور امها ده مش معنى اخوها ومها بالذات هو المريد النفسي بيبقى محدد على الاخ والام والدول هم عشان بيمنعوها عن التيك توك وعن مشاهدة او حاول التأليد فتاة الاعلانات او الفتاة اللي بيجي على التيك توك البنت بعبودة عليها اعترفت وسلمت السكينة ومسلت الجريمة كمان الام طبعا في المستشفى من الاصابة اللي لاحقت بيها لكن للأسف الاخ احمد شوي اللي عام 32 سنة مات في الحال قادل اللي بنهدو من تربية بناتنا تربية غلط اللي ام فرحانة لبنتها سكتة ومتخرجش بمسكة تيك توك ما تعرفش البنت في قضوتها وهي مسكة الموبايل ممكن تلف العالم والعالم كله يشوفها وهي قاعدة على سريرة يا جماعة لازم نحافظ على بناتنا والربيهم في الصغر علشان ما ينحرفوش في الكبر لكن هنولئ لله الأمر من قبل ومن ضع أشكركم